الكبار هم اللي عمالين يعلمونا نعمل ايه وايه صحة وايه غلط صح مش احنا كنا بنقول كده بره احنا بقى الحلقة دي هنعكس الدور احنا هناخد دور الكبار ماشي في الاول اعرف اسمك اسمك ايه فابيو فابيو وانتي اسمك ايه ساندرا ساندرا وفابيو طب شايفين المكان هنا مليان لعب دايما انتم عارفين خلاص اوه مليان كاميرات ومليان كاميرات كم كاميرا عدي كده بعد اذنك معي اربعة كانتو نجوم النهاردة فيه اربع كاميرات بتصوركم خلاص الكاميرات دي بتاخد الكلام اللي انتم بتقولوه وبتعرضو على التليفزيون علشان الناس تتعلم منكم اوكي فاهم انت دورك النهاردة قدي مهم فاهم حضرتك الكاميرات دي هتعمل ايه طيب احنا النهاردة قررنا قرار كده غريب شوية الوقت اللي فت بابا وماما هم موجودين في حياتنا علشان يحبونا ويعلمونا حاجات كتيرة مهمة نعملها فالنهاردة قررنا ان اصحافي ياخدوا دور ان هم يقولوا لنا حاجات مهمة نتعلمها ونعملها بحياتنا فاحنا هنجرب انا هسألهم شوية اسئلة انا هاخد دور راحت وهم اللي هيساعدوني انتم هتساعدوني خلاص ممكن وانتم بتساعدوني تختاروا حاجة تلعبوا بيها بس تبقوا مركزين شوية تلعبي بايه اختاري حاجة تلعبي بيه انت تلعب بايه بالتلوان بالتلوان العلوان العلوان تفضل تفضل وانت كمان تفضلي هنا انا هاخد دور بابا طفل اوكي احنا وانتم الناس كبيرة وانا متلغبط في حاجات مش عارفها وجايلكم تساعدوني ماشي اه فانا هدخل شكلي متضايق كده وانتم سألوني بقى مالك وكده وانا هقول لكم مستعدة يا سندرا مستعدة يا فابيو يلا بقى تشوفوني وانا دخلك كده بس انا دلوقتي راجل مش سد اوكي ايه مالك متضايق شوية انا ايه اصلي الولد ابني الصغير بيقول لي حاجات كده غريبة وانا مش عارف عارف بيقول لي ايه ايه بيقول لي يا بابا انت مبتعودش معي فضي وقتك عشان تعرف تعود معي اعمل ايه افضي وقتك افضي وقتك افضي وقتك طب ما انا مش بشتغل يا ابني افضي وقتك ازاي بس يعني سيب الشغل عشان نلعب مع العيال اسحى الصبح اتبادري علشان تخلص وقتك وتيجي بسرعة عشان تقدر تقضي وقتك مع ابنك طيب دي فكرة برضو يعني افضي وقت شوية عشان اعود مع ابني هو قولي يا فابيو هو انا مهم يعني ان انا اقعد معاه اه ليه يا فابيو انا بابا انا بابا مش ماما انا راجل دلوقتي استنى استنى اللي حسن تكون ناسي يا عم استنى بقى ده شنب ماشي فين ده بيتعمل ازاي بقى انا اهو اهو بس انا لسه زعلان الصراحة من ايه تاني البنت بنتي الكبيرة سامعاني يا حضرتك اه بتقولي انت دايما يا بابا بتبقى عامل كده بصي كده لازم تكوني مبسوطة يا عم انا بابا يا عم انا بابا اهو اهو بابا اهو لازم ابقى ايه لازم تكون لازم تكون مبسوط قولي يا فابيو بس اكون مبسوط ازاي ما انا عندي حاجات بتضيقني يعني انا لازم اروح البيت اعمل كده لعيالي اه عشان ينبسط معك ايوة لو 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 فضيت وقت كتير كتير وحتى مش محدش هيقولك حاجة وهيفضل يحبوك و لو ما ومفروض ما عملش كده كتير اه اه انت بتكون عايز تفكر في حاجة اه بيبقى عندي مخي فيه كده حاجات كده بفكر فيها كتير فكر الصبح قبل ما تنزل الشغل وهيكون عندك وقت طويل طب طب حضرتك باشموندس فابيو بعد ازنك سؤال يعني هو ليه العيال بيبقى عايزين بواهم يبقى مبسوط كده في البيت عشان حاسس ان انت متضايق اه فهو بيبقى عايزني ابقى مبسوط بس الصراحة انا لسه متضايق من ايه تاني في حاجة كده هو بابا الولد ده قصدي بيقولي يا بابا يا بابا انت صوتك عليه وبتزعق ايه يعني لما زعق من عايزة ربيه علشان يبقى عيل كويس فانا لازم ازعق فيه وافضل اعمله كده وكده شنب ثانية بس لازم اعمله كده وكده بقى عشان ازعق فيه هو ازعلان ليه مانا لازم ازعق عشان ازعق لانا الاستاذ فابيو عنده كلام مهم مشاكله عشان انت بتزعق له ولما انت بتزعق له بيتضايق منك فانا المفروض يعني حضرتك مزعقش خالص في البيت لأ انت مفروض انت تكون تفاهمه الاول قبل ما تزعق لو هو ما اسمعش كلامك تبقى تزعق اه طب اعقبه ازاي بص انا عملت حاجة وهو زعلان مني قوي صراحة يعني بس انا شايف ان هو ملوش حق انا مساك مبارح قصر كوباية بتاعت مامته رحت مساكته اديته علقة محترمة ضربته لما هريته ضربه قال ايه زعلان مني قال ما ينفعش تعملي كده لان اه تعمل كده لانه ده لان ده ابنك فلو عمل حاجة غلط ده كسر كوباية طيب تفاهمه الاول لكن هو كان مش فاهم وانت رأيك ايه باش موانس فاهمه اقول له ايه مثلا يعني انا دلوقتي الوقت كسر كوباية بتاعت مامته بتحبها اقول له ايه قللي كده اه مش عارف ان مامته بتحبها اه اقول له بقى ان مامته بتحب الكوباية دي فخلي بالك فقولها له بالراحة يعني اه اوكي وانت حضرتك كنت عايزة تقوليلي حاجة اه لازم تبقى تتعامل مع الاطفال كويس مش تقعد زعل ايه المشكلة مامة ممكن تشتري واحدة تانية بصي حضرتك بتقولي شكلك بتقولي كلام مهم بس انا مش فاهمك يا استاذ فابيو لو سمحت انتو الاثنين عايزة اعرف منكو حاجة يعني ايه اتعامل مع ابني كويس انتو عمالين تقولوا هالي من الصبح وكل ما اقولكو على حاجة ابني زعلان مني فيها بتقولولي عنده حق وان انا غلطان وانتو الاثنين عمالين تقولولي اتعامل مع ابنك كويس اتعامل مع ابنك كويس يعني ايه بص ابنك بتبسطه وتجيب له لعب وبتقعد تلعب معي وكده هو عمره ما هيعمل اي حاجة ضايقة خالص تمام وستاذ فابيو لما انت تبسطي اه اه انا هتبسط كمان اه دي حاجة مهمة جدا انا مكنتش اعرفها الصراحة شكرا استاذ فابيو بجد انت علمتني ان انا ابسطه استاني ما خلصناش مخلصناش سبوري ابسطه عشان اتبسط حضرتك ايه تاني اعمله عشان ابقى بابا كويس وبتعامل مع اولاده كويس البابا كويس ما بيزعقش ما بيزعقش اه علشان يحبك وما يزعقش اي حاجة وحاولي برده ان انت تكوني مبسوط عشان ينبسط اه اكا فما بقاش مكشر كده وجاي من شغل مكشر صح؟ ولازم برده لما ترجع من الشغل برده تعبان ترايح حابة تغيرين بعد كده تروح تراعب مع ابنك اه لا صراحة انا ما بعملش كده انا باجي تعبان بقى مش طايق قدامي حاجة فانا باجي تعبان اروح مكمل للاخر بس انتو علمتوني كده حاجة كويسة النهارده لما اجي تعبان حق يعني ان انا ريح شوية لكن كمان اقوم العب صح؟ مع عيالي عايزين تقولولي حاجة تانية عامل لها عشان انتو علمتوني حاجات كتير انا عايز اقول حاجة فضل هو برضو ابنك ما عندهوش حق ان هو يعني يتعامل بطريقة مش كويسة معك هو بيتعامل معك بطريقة مش كويسة هو لا هو الصراحة بيعيط كتير علشان عايز نعود معاه وعشان الحاجات اللي قلتها الكل لكن هو الصراحة محترم يعني هو بيكلمني بطريقة زوق ولما بيطلب الطلب بيطلبوا بطريقة زوق الصراحة يعني الصراحة وبرضو النكت دي مش حاجة كويسة النكت يا اختي انا عارفها يا حبيبتي النكت بيعمل ايه طبعا النكت ده ممكن يخرب بيوت اصلا لا مش ممكن يحصل كده هو فالنكت دي طريقة مش كويسة فانا لازم احلها تحليها ازاي بقى عارفها عندك فكرة لا مانديش فكرة سيد دايلا تقولي واستاذ فابيو احضرنا احضرنا دي هتقولينا حاجة على انك تقولي يا اختي انت بتلعبي معاه في الاجهزة صراحة لا تفضلي نايمة اه بفضل نايمة لازم بقى تسحي وتلعبي معاه لان ده الوقت الفاضي ما بتلعبيش معاه اي حاجة ولا حاجة لا لازم بقى دي الحاجة الغلط اللي المفروض ما تعمليهش ما تحسر ما تعمليهش طبعا انا تعلمت منك دي زح فعلا عندك حق اعملها استاذ فابيو عايز تقولي اي حاجة تاني عشان خلاص رايحة اتعامل كويس بقى بالطريقة اللي قلتوها مع ابني تجي بيله لعب عشان ينبسط اكتر معاكي شكرا جدا انا مش عارف اقولكم ايه انا تعبتكم معايا جدا ان شاء الله سؤال اخير هو الصراحة لما ابني بيرسم رسمة ما بتعجبنيش قوي الصراحة اقوله ايه لازم تعجبك علشان ابنك يكون مبسوط ويفضل مبسوط حتى لو مش عاجبك يعني لو مش عاجباني قوي اقوله ايه يعني اجزب يعني واقوله ولا انت عايزني اشجعه ولا اعمل ايه مازم شجعي برضه اوكي حاطر هعمل كده وحضرتك عندك رأي تاني لا خلاص طيب الف شكر جدا شكرا ادفع الفلوس فين هنا ولا برا لا برا انا واعدكو هعمل اللي انت قلتوهولي ده مع ابني شكرا سلام